تلقى رئيسة جمهورية برهم صالح برقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دولاند ترامب بمناسبة عياد نوروز أعرب فيها عن تمنياته للشعب العراقي بالاستقرار والسلامة ونقل بيان عن مكتب رئيسة جمهورية عن ترامب قوله أن بلدين حققا تقدم في محاربة عصابات داعش لافتا إلى رغبة بلاده في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق بما يعزل سبل التعاون ويخدم المصالح المشتركة